اهلا بكم اصدقائي في المينة النهاردة بيبدأ بالبنتين الجمال دول واحدة اسمها انا والتانية اسمها الاسا انا بتبقى عاوزة صحي اختها علشان تلعب معها والسا كان عندها قوة خارقة بتخليها ان هي تقدر تكون التلج بين ايديها وتقدر كمان ان هي تصنع كميات كبيرة من كهر التلج الصغيرة في كل مكان شكلت لاختها رجل تلج صغير وسموه اولى قاعدوا يلعبوا بيه هما الاتنين مع بعض انا كانت شعيها شويتين وكانتها تقع من فوق جبل من التلج اللي الاسا عاملاه الاسا حاولت ان هي تنقذها وتلحقها بالتلج قبل ما تقع بس التلج خبط فيها ووقعت واغم عليها باباهم وميتها دخلوا عليها ولقاها ماغم عليها وجسمها كله متلج اخدوها وودوها الكائنات كده غريبة علشان يعالجوها وزعيم الكائنات دي يقرر ان هو يساعدهم بس علشان يقدر ان هو يعالجها هيخليها تنسى ان اختها الاسا عندها قوة خارقة وبيقولهم ان قوة الاسا الخارقة دي هتجبر معها كل ما تجبر وان هي لازم تتعلم من دلوقتي ان هي تسيطر عليها قبل ما تتأذي بسببها والاسا بتخافه بتحضن باباها بنشوف الوقت ده وحيوان الرنة وكائن كده غريب بيرقبوا اللي بيحصل وعلشان باباها ونوتها خايفين على الاسا قرر ان هما يحبسوها ويعزروها خالص على الناس وكمان يمنعوها من ان هي تشوف اختها انا طبعا علشان محدش يعرف حاجة عن قوتها دي ومحدش يتأذي بسببها كمان بيلبسوها جوانتي علشان يحميها من قوتها اللي مش عارفة تسيطر عليها وبتمر الايام وبتعدي السنين لحد ما بنشوف الاسا وانا كيبروه باباهم واموتهم قرروا ان هما يسافروا لمدة اسبعين بس هما مسافرين على المركب الدنيا بتيشتا عليهم والموج بيعلى والسفينة بتغلق وباباهم واموتهم للأسف بيموتوا وبداية كده مش مبشرة بكل تفاصيلها اليسا بتكتاب وبتحبس نفسها في القوضة وبعد ثلاث سنين بتكون المملكة كلها محضرة نفسها ومتجمعين علشان يحتفلوا بيليسا ملك عليهم المهم بنشوف الحفلة شاب جميل اسمه هانس وبيبقى امير برضو واللي بيتعرف على انا في الحفلة بيرقصوا سوا وبيكرروا ان هما يتجوزوا وده اللي بنسميه الحب من اول نظرة بنشوف الراجل ده واللي اسمه ويزلتون واللي اول ما دخل انا نجاه هنا علشان نسرق كل خيرات المملكة بنشوف اليسا واللي هي وقفة قدام الشباك وبتستعد المراسم تتوجها فعلا مراسم التتوج بتبدأ والكل بيبقى فرحان ومبسور بتقابل اخيرا اختها انا وبتتكلم معاها اختها انا بتقرر ان هي تعرفها على هانس وبتقول لها ان هي قررت تتجاوز منه اليسا بترد عليها وتقول لها انتو لسه عارفين بعض هتتجاوزه ازاي بيتخلقوا مع بعض وانا بتترجاه ان هي توافق بس اليسا دايقت منها وضربتها بايديها وساعتها ظهرت القوة الخارقة اللي عندها انا عارفت ساعتها اختها اليسا كانت مستخبية طول الوقت ده ليه والناس كلها كانت واقفة مصدومة من اللي اليسا عملته ولما خرجت من الحفلة لقيت كل الناس بتبصلها بطريقة عجيبة اتوترت وخافت وجريت بس علشان قوتها كانت كبرت البحر الجمت غزبا عنها الناس كلها ساعتها حاست بتبرودة وبقوا سعانين جدا بس انا قررت ان هي ما تتخلاش عنها وقررت ان هي تمشي وراها وكلفت هانز بان هو يكون المسؤولة عن المملكة بنشوف الناس بعد ما هربت من الناس وقفة في مكان كل تلج وبتغني الاغنية بتاعتها وقررت انها تبني قصر من التلج وتعمل فستان كمان لها من التلج انا عيني كانت لسه بتدور عليها بس وقت منها الحصان والحصان كان خايف وهرب منها وكانت بردنة جدا شافت مكان كده وقررت ان هي تدخله وتشتري حاجات علشان تتدفع وهناك قابلت رجلين طلبت منهم انا ان هما يساعدوها علشان توصل لاختها الاسا وافقوا فعلا بس في طريقهم اتعرضوا المخاطر كبيرة زي ان الديابة تجري وراهم وكريستوف ربيع وانا بتنقذه علشان يهربوا منهم اضطروا ان هما ينطوا على الناحية التانية بس وهم بينطوا العربية بتوع بين الجبلين وتولع وكريستوف كان لسه هيوع من على الجبل انا لحقيته ورميت له حبل ومسك فيه وانقذته التاني مرة بيروحوا مكان كده شكله جميل قوي ويشوفوا فيه اولاف الاسا هي اللي بتبقى عاملاها انا بتسأله عن مكانها وبيقول لها ان هما هيساعدها علشان توصل لها بتقوله ان الاسا تقدر ترجع البحر تاني وتخلي الشيطة يبقى صيف وهو بيبقى نفسه يعيش في الصيف بيتخيل نفسه هو عيش في الصيف وبياخد جاكوزي وبيشرب شاي كمان وبنرجع المدينة اللي بقت كلها مغطابة تلك زي ما انتم شايفين وبنشوف حسان انا راجع لواحده من غيرها بيقرر هنزل ان هو يروح بنفسه يدور عليها وياخد معاها بعض من رجالة المملكة والاتمينة اللي مع وزلتون اخيرا بتوصل انا لاصر اختها وبتدخل لوحدها علشان تكلمها وبتطلب منها انا ان هي ترجع معاها بس الاسا خطاب ترفض علشان مش عايزة تيزي حد تاني انا بتقول لها ان هي لازم ترجع علشان تنقذ المملكة بتاعتها من التالج انسا بتقول لها ان هي مش هتعرف تعمل ده لانها ما بتعرفش التحكم في القوة القارقة بتاعتها وعلشان ما بتعرفش التحكم في قوتها عملت نفس اللي عملته زمان وضربت انا بالتالج عملت وحشي من التالج علشان يطردهم برا الاصر وقدرت الاسا فعلا ان هي تطردهم مشيت انا وهي حاسة بالوجع بتاعت ضربة بتاعت الاسا واغمع عليها تاني كريستوف لحقها واخدها للكائنات اللي تعالجت عندهم قبل كده وطلع ان كريستوف هو الولد الصغير اللي كان بيرائبها هو حيوان الرنة زمان واتضح كمان ان الكائنات دي هي اللي كانت مربياها الكائنات كانت فاكرة ان كريستوف جايب انا علشان يعرفهم بها وان هو بيحبها بس انا بعد ما فاقت اغمع عليها جيت زعيم بتاع الكائنات علشان يعالجها الزعيم بيقول لكريستوف ان هو عالجها زمان بس علشان الضربة ساعتها كانت في دماغها اما المرة دي الضربة جات في صدرها ومفيش حاجة تقدر تعالجها غير ان هي تلاقي حد بيحبها بجد وساعتها التاج اللي على صدرها ده هيسيح وغير كده هتتجمد وتموت علشان كده قرر كريستوف ان هو يخدها بسرعة بيوديها الهنز واللي بيكون راح لإلسا علشان فاكر ان انا هناك وبيحربوا إلسا إلسا بتقدر ان هي تحمي نفسها بالتالج بس في الاخر كان واحد من اللي حربوها كان هيقتلها بالسهر بس هنز جري عليه وغير اتجاه السهر وهي وقعت واغمع عليها بنشوف بعد كده ان إلسا فاقت لقيت نفسها جوه اوضأ وكانت عاوضة تهرب ونطنطن من الشباك بس لقيت نفسها مربوطة بسلاسل بنروح لكريستوف وهو بيسلم انا الحراس المملكة وبيمشي بس باين عليه ان هو زعلان لين شكله كده حبها واخيرا قابلت انا هنز وكان لسه هيديها بوسة علشان يعبر بيها عن حبه ليها بس هو طلع حيوان وان هو كل ده كان بيضحك عليها وبيمثل وكان عايز ان هو يتجاوز من الاميرة ويمسك هو السلطة بعد ما فشل ان هو يبقى الامير في مملكته وقرر ان هو يلعب لعبة شريرة وان يسيب انا تتجمد لحد ما تموت ويقول للناس ساعتها ان يلسا هي اللي قتلتها يلسا طبعا ساعتها هتبقى في نظر الناس خينة ومجرمة وهيبقى هانز هو البطل في نظرهم وساعتها هيبقى هو الملك بنرجع ليلسا اللي قدرت تهرب من قضى بالقوة بتاعتها بيشوف كريستوف اللي بيحصل وبيكرر ان هو يرجع تاني قول في ساعتها بيوصل لانا وبيساعدها وبيولع لها الخشب علشان تتدفى بيقول لها ان كريستوف بيحبها وهي تقول له ان هي عرفة بياخدها علشان يوديها لكريستوف بس لسا هانز مكمل في العبته الشريرة بيشوف ايلسا وبيقول لها ان انا ماتت بسببك والسا ساعتها وقعت على الارض من الصدمة هانز استغل الفرصة دي علشان يقتلها ويبقى هو الملك بس انا لحقتها وهي بتلحقها اجمدت والضربة ردت في هانز ايلسا لما شفت اختيها في الوضع ده حضانتها ولما حضانتها التلجي صح من عليها وهنا بنفهم ان انا تعالجت بسبب حب ايلسا لها بجد وبتقدر ايلسا ان هي ترجع مملكتها تاني وتشيل التلجي من عليها ويرجع الصيف تاني في المملكة وكمان بتاع من صحابه مخصوصة للأولف علشان ما يساحش اما هانز بقى فكن مصيره ان هو اتسجن فقفز حديد ويرجع تاني لبلده انا جابت عربية جديدة لكريستوف بدل اللي ولاعت ويلسا اخيرا بتقدر ان هي تتحكم في القوة الخارقة بتاعتها وبتعيش المملكة تحت حكمها في امان وسلام وبنرجع بيكم اصدقائي ليلسا وانا بس هم كانوا صغيرين باباهم الملك كان بيحكي لهم قصة غريبة يلا بينا نعرفها سوا بيحكي لهم عن قوم اسمهم نور سالدة وكانوا عايشين في الغابة وبتحميهم بقوة طبيعة الاربعة النار والهوى والمية والارض وده اللي كان مخلي حياتهم مختلفة شوية عن بقية الناس بيتعرف عليهم الملك واللي كان ساعتها ابو الملك الحالي وجد البنات الصغيرين اللي بيسمعوا القصة بيبنلهم الملك سد علشان يجمعوا المية وراه كبادرة سلام يعني منه نحيتهم بيروح بعدها هو ودنه اللي بيحكي القصة دلوقتي علشان يحتفلوا معاهم بانتهاء بناء السد بس فجأة بيهجموهم قوم نور سالدة دول ابو الملك بيموت في الحرب واللي خلت الغابة تغضب عليهم وقوة الطبيعة هاجت وهو نفسه وقع مغم عليه بيسمع بعدها صوت موسيقى شغال بيهجموهم بس ما كانش عارف هو مين بيرجع البلد بتاعتهم تاني وبيعينوا الملك بدل ابو الملك اللي مات وبيقولهم ان دي اخر مرة راح فيها للغابة لان من بعد الحادثة دي بقى فيه ضباب شديد قوي بيمنع ان اي حد يخرج منها واي حد يدخل لها انا كانت مستعرابة قوي من تصرفات الناس دول وازاي جدوهم الملك يهديهم بجسر وهم يعملوا معايا كده مامتها بتعرفها ان اللي يعرف اجابة السؤال ده هو النهر ان هو اللي يعرف اجابة كل حاجة بنرجع بعدها البنات وهم مجبار وبعد ما بتدور احداث جزئنا اللي فات واللي في اخره الاسا رجعت للقصر تاني والناس كلها عرفت قدراتها اللي هي التحكم بالتلج وتقبلوها على كده وانا هي كمان لقيت حب حياتها وقولها في رجل التلج بقى عايش تحت الشمس زي ما كان بيحلم إلسا كانت بتسمع موسيقى جاية من الغابة واللي كانت نفس الموسيقى اللي باباها اسمحها زمان وهو صغير انا بتلاحظ ان اختها متوترة وبتحاول ان هي تطمنها وبتقولها ان كل حاجة هتبقى كويسة بالليل بتصحى إلسا من السودة تاني والمرة دي بتخرج علشان تشوف السودة جاي منين وكانت مستغربة ازاي محدش فيهم سامع السودة غيرها هي وبس وكمان قوتها بتزيد قوي وبتكون بلورات تلج كتير على شكل عناصر الطبيعة بس مرة واحدة الاشكال دي بتختفي وبتسحب الباية بعدها من كل مكان بتضرب البلد عاصفة قوية والارض بتتهزى من تحتهم بتفهم إلسا ان عناصر الطبيعة بتهاجم البلد بتاعتها فبتطلع الناس كلها من البلد قبل ما تضربهم كل نار وتولع في المكان كله بيجي لهم الأجزام اللي كانوا عالجوها قبل كده بيعرفوها ان لازم قلبها يبقى قوي لان غضب عناصر الطبيعة دون عايز قلبه قوي علشان يستحمله بيعرفها الملك بتاعهم ان فيه سر حصل في الماضي بتاع جدهة ونورسلدة وان لو معرفناش ايه اللي حصل فعلا وحاولنا ان احنا نصلحوا مش هيكون لبلدهم دي مستقبل بتكرر ساعتها إلسا ان هي تروح للغابة علشان حاسة ان الاجابات اكيد هتكون هناك وطبعا اختها انا وكريستوف وولاف مش هيسيبوها ان هي تروح لوحدها بيسيبو مملكة اريندل تحت حكم ملك الاقزام لحد ما يرجعوا من الغابة وهما ماشيين اولاف كان قاعد بيرغي زي العرف الطريق وكان قاعد يشرح لهم ازاي ان المية لها زاكرة زيهم وبيوصلوا بعدها لحجز الضباب واللي كان بيمنع الناس من دخول الغابة بس يلسا بتستخدم السحر بتاعها وبيدخلوا كلهم لجوه الغابة وبعد كده الضباب بيقفل وراهم بيشوفوا جوه السد اللي جدهم كان بناه وكريستوف بيقولهم ان السد ده لو حصلوا اي حاجة مملكة بتاعتهم كلها هتتدمر من المية اللي وراها بعدها بتهجمهم قوى الهواء وبتضرب عليهم اعصار ويلسا بتستخدم قوتها وبتخرجهم برا العاصفة وبتحاول ان هي تجمد المية اللي جواها علشان توقفها بتنجح فعلا ان هي تعمل كده والمية بتتجمد على شكل تباسيه بيقولهم اولاف ان دي هي زاكرة المية اللي كان بيقولهم عليها بيشوفوا تمثال لوحدة وهي بتنقذ باباهم زي ما كان حكا لهم وفجأة بيهجم عليهم جنود من ارندل كمان من نورسلدة واللي كان قافل عليهم جوه ومعرفش ان هم يخرجوا من ساعتها بعدها لسا بتقابل قوى النار وبتتصاحب عليها ودي كانت تاني قوى تقابلها بعد الرياح اللي ضربتهم قبل كده ماركة نورسلدة بتلاحز ان انا لابسة وشاح من بتاعهم ولما بتسألها عليه بتقول لها ان هو كان بتاع مامتها بيعرفوا ساعتها ان اللي انقذ ابوهم زمان تبقى مامتهم وكانت لابسة نفس الوشاح ده وكده خلاص الاعداوة ما بين القابلتين هتنتهي علشان مامتهم ملكة ارندل طلقت من نورسلدة بالليل ايلسا بتقعد مع بنت من نورسلدة وبتعرفها على الارواح الاربعة وبتقول لها ان كمان فيه روح خمسة ودي هي اللي بتربطهم ببعض بس لحد دلوقتي ما حدش يعرفها وبتعرفها كمان من الصوت اللي هي بتسمعه دوا جاي من جوه النهر بتاخد ايلسا اختها وقلف علشان يروحوا النهر وبيسيبوا كروستوف مع قبيلة مامتهم وهم في الطريق بيلاقوا سفينة اهلهم اللي هي المفروض كانت تحطمت في الرحلة بحرية وماتوا فيها هما الاتنين وكانوا طبعا مستغربين ازاي حطم السفينة وصل لحد هنا من اعماق البحر بيدخلوا جوه وبيلاقوا رسالة من مامتهم عن اخر مكان في النهر وان ده مصدر قوة ايلسا وسحراها بتسحب ايلسا بسحراها المياه اللي جوه بالسحر بتاعها ويخلصوها منه وتقيش طبيعية زي ما كانت عايزة طبعا بتزعل جدا لما بتعرف كده وكانت حاسة ان هي السبب في موتهم انا بتتكلم معها وبتقول لها ان لما ماما ساعدت عدوها الغابة اديتها هدية وكفقتها بالسحر اللي اديته البنتها الكبيرة وان لو في حد هينقز ارندل وكمان قبيلة نورسل ده هتبقي انتي وبس قالت لها طيب انا مقدرش اعرضك انت كمان للخطر وبتزحلاها هي وقلص انا بتعدي بعدها على ودي العمالقة الصخري اما الاسا بقى بتروح ناحية النهر وهي كانت رجبة حصان متكون من قوة المياه بتوصل الاسا للنهر واللي كان متجمد وبتلاقي ان الصوت اللي بتسمعه فعلا بيطلع من هناك بتدخل الاسا على طول وبتكتشف ان هي الروح الخامسة اللي البنت قلت لها عليها وان هي اللي بتربط الاربع قوة دول ببعض ساعتها بتقدر تتحكم في كل قوة تحكم كامل وبتقدر ان هي تشوف زاكرة المياه القديمة من ايام الحربة ما بينهم وبين نورسلدا بتعرف ساعتها ان جدها الملك هو اللي غدر بملك نورسلدا وقتله لانه ما كانش وثق فيه علشان بيستخدموا قوة طبيعة وانه كان بنالهم السد دول علشان يضع في الغابة وساعتها يلسة كانت هتتجمد فبسرعة بتبعت رسالة لاختها قبل ما تتجمد وما تعرفش توصل لهم ايه اللي حصل فعلا زمان بتوصل لرسالة لانه وبتعرف اللي جدها عمله وبتعرف ان علشان ينقذوا الغابة لازم يهدوا السد والذي ما كريستوف قال لهم انه هو ممكن يغلق ارند البلدهم كلها بتلاقي كمان انه قلف بيتفكك فبتفهم ان انسا هي كمان بتموت وبتفكر انا في خطة وفعلا بتنفزها بتروح ناحية العمالقة الصخريين وبتصحيهم بتركب هي وكريستوف على حيوان الرنة وبيجروا بسرعة ناحية السد علشان العمالقة وهم بيجروا وراهم ان هما يمنعوها بس هي بتعرفهم ان الاسا ضحت بنفسها علشان تكتشف خيان الجدها وان هما لازم يساعدوها علشان ينقذوا الغابة اللي هما ضمروها بيساعدها الجنود فعلا وبيجزبوا العمالقة ناحية السد واللي بيرموه بحجارة كبيرة لحد ما بيتهد والمية اللي ورا بتتحرر بتظهر علامة القوة الاربعة والقوة الخامسة اللي هي الاسا اللي بتجبعهم ببعض بتتحرر الاسا ساعتها من الجليل وبتستخدم روح المية ان هي توصل لبلدها ارندل بتعمل حجز كبير جدا من التالج بيمنع اي مية ان هي تضمر البلد وبعدها بيختفي الضباق وبتدخل الشمس للغابة مرة تانية بترجع لاختها انا وبتطمنها المملكة بتاعتهم وبتشكرها ان هي كانت شجاعة وقدرت تتصرف وتنقذ الناس دي كلها من لعنة فضلت سنين كتير ومرة تانية بترجع تبني قلف بعد مساح وهي متجمدة بتكرر الاسا ان هي تفضل مع الشعب بتاع مامتها وبتسل بحكم ارندل لاختها انا شكرا ليكم كم وصلت نهاية في الميناء يبقى حبيتنا ولازم تشترك عندنا وعالت في كلمة ونص هتزيد بيك واحد وما تنساش تفعل الجراز علشان يظهر لك الفيديوهات بتاعتنا اول باول